اشتركوا في القناة الانتاج الفني في حضرموت كلنا نحب الانتاج الخارجي لما له من صبغة متجددة وافكار رهيبة خلونا نروح في اول فقرة من برنامج ماسيبي هي فقرة الستاندف كوميدي عندنا مشكلة الانتاج الفني في حضرموت شركات الانتاج واجدة مصورين واجدين زحمة تصوير مقل فين يقول لك كلهم مقلقين والنهاية شوف العمل مرة واحدة في السيناء وعادوا ياريتوا عمل كامل ألا ناقص وكروا علينا دورات تدريبية في صناعة السينما في صناعة الأفلام الوثائقية في صناعة المندريش من نهاية ولا تلقي حاجة شهادة سلمة تعلقها في الحيط طيب اسم الشركة الفلانية ولا اسم المندرمين واسم الأصحاب للإنتاج الفني المندروال يا أخي ما لشي داعي شغلكم على الفادي تروح لمصر تدرس ست سنين واللي يروح للأردن واللي يروح ماليزيا واللي يتكعدر من دروا ويخر يصور لي مقطع طير فرر في البحر وبعان لقاله شركة طيب تعالي شتغل؟ ورنعنا الأعمال الأعمال حقنا نحنا مش دائماً في السنة تلقي لي برنامي وطيفة تعس البرنامي فوقه سكر من قطر الركل اللي فوقه جوبوا الناس معنى فنانين معنى رسامين معنى مغنيين معنى ممتلين معنى الناس يلقون حتى معنى وايدين وين هم؟ يقول لك محد أننا كاتبين ومن تلقات لي دورة في صناعة للسيناريو ومن تلقات لي دورة في صناعة النرا وينها؟ وين راحت؟ ولا يقول لك نقص ممتلين عندنا قال لوا عندنا نحن ماشي يجيبون لك ناس مبرع محترفين يمتلون عندنا واصحاب البلاد يون يقول لك اوه ديالي يا ابو من درواء طيب نحن اللي ما ننتج اللي نكرر اللي المواضح يديهي وبعد قلته الشباب راح لمن درفيين طيب الشباب انتم لأموهم تلمهم في دورة ثلاثة أيام ولا سبوع ولا أربع أيام وما استفادوا شيء من الدورة وبعد قمة محمد كلها بتتكلم عنهم يقول لك نفي الشركة يعني الاسم كبير في الشركة وانت أعمالك فاضية وين الأعمال وين الاسم المسمى صورت لي تنين جبال وبحر وطير وتقول انتاش شركة فنانين من دريش دخلوني حد أضحك عليكم ما حد عندنا يلا نحن فرحنا بالموجود ومشي هنا نفسنا قليل 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 بس كل يوم ماشي أهلوا ناس ولا الناس من ناس دي مشكلة لازم تدارك والتكرار ماشي داعي له كل يوم نفس الموضوع كل يوم نفس الشخصية غلط لما تكتب لي مسلسل ودقاع انت الكاتب وانت البطولة وانت الكمبرس وانت المصور وانت المعد وانت الانتاج الباقين خليتلهم واه واه خليتلهم انت جابوك ممثل تعدل في الحوار في السيناريو وهي دهي القصة من 2004 القصة هي دهي ل2008 وهو دهو الموضوع الأمطار طيب يا أخي خري شوية بعد نحن من الكوميديا اللي هي ما تضحك أصلا واقسم بالله ما تضحك تحسنها يقول لك اوه دهي أخي ذي مكرر طيب نيبلكم واه سيف النار نيبو يمثل آخر حل يعني ماشي معنى هو يعدل السيناريو هو المخرج وهو المصور هو الانتاج هو الشركة اللي الناس تاني واتلقي ما بتلقي ايشي سبحان الله تي يقول لك خلاص دهي نصك تقرأ انت طيب ما هو دهي قاله وانا نقوله يا جماعة الخير طيب وانتم تقولون ما نعطي فرصة للشباب ما نعطي فرصة للجيل الطالع اللي الدورات لقناها حسف هو محضر الدورة ولهو داري واه يقول لك نحنا أول في الستينات نعم عليه من الستينات عليه من دلحين للفنان دي حقتنا حلوة اللي شفنا كل شي زين فوقها ماشي قصص درامية حلوة عشق ماشي داعي للعشق بتقولون نحنا بلدنا من دراء المحافظة بلدنا وهي بلدنا يا يلا مش حالك عنا معنا قوم أصمع لان يفتون في كل شي بتي بتلقي حاي يقول لك لا دهي حرام تلقي دهي يقول لك لا دهي اللوان لقيلكم تلقي مسلسل الكميدي يخنوا هادف وهو تافه هو تافه يعجبهم بعي خريون يقول لك لا ما يعجب نحن اللوان لقيلكم ماشي معهم لقوا اثنين برامج فرحوا من با درية على القنوات كولها انباسية تشرب من فوق الهي تقول وادي حيندي وهو دي الدراما اللي في حضر موت واللي في اليمين يعني غلقت هيده المواضيع وهو دو يعني لما امتة اهلو لما انتي سدعونك اوه لان موسم قرب رمضان تعرف معنا برنامج معنا بسلسل معنا اوه تحس ان انت يوم يحقونك الموضوع انك اصبحت نجة من النهاية انت واراك معك دهن مش هتلقو ايوه يعني اعتطونا ذاك الموضوع كله مش انواع يعني دي بيقون بو فو البطل ومن مدراء دي حلو انه وضعي في الليلة الغبرة ايدي انت اللي تعبر تقول له كلمتينة تقول له السلام عليكم اوه دي سهل دي وقل له بالتلفون ماشي داعي بعلق اي صورة هاك دي خلنا اللي تكلمت ها دي عابنا بابنا اتطور معنا شركات وايدي بس ما نعرف منش تقول وده الوابع انا ما غلطت اروح وسألوا وهنا اللي قلته ما يزع اللي حنك صريحين ونا عن نفسي ما سيبي ما زلت اجمع شضايا من اخر موعد كان بيننا لم تكن صدفة عابرة كانت لحظة في عالم الاحلام في كون اخر اتذكر تلك النظر التي كانت تسكن عينيك تلك الابتسامة الساحرة لقد كان لقاءا شاعريا بكل ما تحمل الكلمة من معنى لكن ليتني استطيع ان افسر ذلك البرود الذي كان في وجهك ترى الذي كان يجول في ذهنك ما الذي كنت تفكرين فيه اه يا سينيتي ليتني استطيع ان اعرف ذلك ليتني استطيع ليتني استطيع الله 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 ابدأ در ياكشي انه بغيته في المسرحية انت نجم انت مبدأ انت نجم مسرحة كبيرة ايش من نجم الله اديك اخي عادل الله 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 لك نستقبل كبير انت كيف راي مخرجنا في العرض؟ معتمد خلاص دي المسرحية اخلاق ادل العرض يعني خلاص قريب من نفذ لا 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 ليش العمل المسرحي جاهز عمل المسرحي جاهز بس عارف انت اكسسوارات والحاجات كلها عادة ضايع والدعوات محط باعها كيف نحدد موعد ونحنا عندنا ضايعين خمسة شهر ما قدرنا ننفذ الشغل ذا كامل لا اعمل بروفة مسرحية دي اللي اعملها لا شكسبير ولا مولير عارفين انتم الانتاج هنا غا صبر شوية ونحنا ضغطين على نفسنا كدو نحنا في مقولة في الفن تقول اعطني خبزا او مسرحا اعطيك شعبا مثقفا فعلا عارف مين قال دي المقولة شكسبير يا كنو دي عادل يا استاذ مصطفى ماليش مهم المور ان شاء الله تكون طيبة ان شاء الله ان شاء الله اعتمد ريك شنو لهم بس سمعوا شو ندحين يوعدي خطني شو هات تحاكين خلاص نبع زمك ان شاء الله انتو استاذ مصطفى عالغدير مدام عزومة عليك احساها بكنت بغانة صياديية اوه لاحظ عليك كنت بازمك لك كبسة لهم والله نفسي نفسك كبسة لهم لا دام بغانة صيادي وصيادي وبيع والله يا عوضك يا عوضك مشاهدين العزاء مرحبا بكم مرة ثانية في اخر فقرة من برنامج ماسيبي فقرة الضيف وضيفتنا لهذا اليوم هي علم من اعلام حضر موت هي كما لقبها الشارع المرأة الحديدية خلونا نرحب بضيفتنا الاستاذة والفنان القديرة الاستاذة فرح محمد كيف حالي استاذة فرح اهلا ومرحبا بك على المقدمة اللطيفة الله احفظش طبعا استاذة فرح نحن حلقتنا اليوم عن الفن زي ما تعارفها وما حصلنا يعني او ماشي الاستاذة فرح لازم تحكي تكلم عن الفن تكلم عن الفن اللي تحبه تكلم نحن عن الانتاج في حضر موت خلينا نسألش اول السؤال ياستاذة فرح ايش انواع الفن اللي يستهويش انتي خليني يقولك اول في البداية بسم الله الرحمن الرحيم وطبعا كل انواع الفنون تستهوي بغض النظر عن الفن مثلا في التلفزيون برضو يستهويني ايضا الفن الاذاعي احب الدراما طبعا احب المسلسلات استهويني المسلسلات الدرامية سواء كانت تلفزيونية او سواء كانت اذاعية التي تحاكي طبعا شريحة كبيرة من المجتمع وتدخل ايضا قلب المستمع او المشاهد دون استئذان ا انت قامة كبيرة مرتين على التوالي أفضل مثلة في الجمهورية اليمنية طيب أستاذ فراحة أنت بحكم ما شاء الله أعمال الكثيرة الفنية الكثيرة الإذاعية والتلفزيونية والمسرحية أيضا هل يعني نحن نشوف فيه ضعف في الإنتاج هنا عندنا في حضر موت ليش برايش فيه ضعف أو إيش ممكن نحلل أنه عشان ننتج أعمال مرموقة طيب سؤالك ربما يكون وجيه وفي محله لكنني ما بقول أنه فيه ضعف يعني يعني بحت لكن نحن طبعا نعيش حالة اللحظة أقول أنه لازمنا نعيش حالة حرب لا يوجد هناك أي ضعف والدليل أنه كثير من قنوات التلفزيونية المحلية خصوصا في شهر رمضان شوفها تتهافت على الإنتاج الفني المحلي إذن نقول إنه ما في ضعف ولكن نريد نحن الدعم المادي الاستقرار ترسيخ الوطن فلا يوجد هناك ضعف أقول لني ما يوجد ضعف طيب أستاذة بحكم إنك ذكرت الدعم ليش ما تدعم بعض القنوات يعني الإنتاج أو الأعمال الفنية عشان تكون تنافسة وتقارى حتى الأعمال الخارج الجمهورية أيوة ربما أحيانا يكون هناك فيه نصوص مثلا غير متكاملة ربما هذا السبب اللي يقلي يعني ما فيه الواحد يعني ما يقدر يدعم هذه الأشياء لكن أنا أقول أعود وأقول لك القنوات والمؤسسات برضو تواقة للعمل الدرامي الفني المحلي أخبركم إنه ما شاء الله عندنا مواهب كثير يعني متجددة وأيضا في الأفكار أفكار الخارج دائما تكون متجددة وعلى حسب السنة زي ما يقولون زي الموضع على حسب السنة هل نحن في حضر موت بالدات نفتقد لهواة الأفكار لا بالعكس يعني الأفكار عندنا هنا كثير من الشباب سواء كانوا شباب أو وسط أو قبار السن حتى يعني كثير منهم لديهم أفكار نيرة لديهم محاكاة للمجتمع ربما ينقصهم هناك أشياء كثيرة دعم مثلا استرشاد أني بشوف كثير من الشباب لديهم أعمال وعرضت عليه كثير من أعمال من قبل الشباب المتواجدين هنا المحليين في حضر موت وعندهم أفكار طيبة وفي قضايا عندهم تحاكي المجتمع وتتلمس همومه أيضا في أفكارهم هذه فيها معالجات لكثير من القضايا لا تفتقر هذه الأفكار بالعكس والله هم بس ينقصهم ربما شوية دعم شوية مساندة ولكن الأفكار موجودة زيها زي الخارج بالعكس برضو أيضا نشذكرت المساندة يعني نحن نشهدلش وأنا واحد من الناس اللي شهدلش وحاب أشكرش في برنامجي في مما سيبي طبعا من فضل الله وتوفيقه دعمش الكبير لكل الشباب في حضر موت يعني دون حساب دعمين الوجه الله وعشان المواهب تطلع أنتم شباب ضموح أنت عمر لما جيت ببرنامجك يعني ما أدري كنت متردد أو مش مندفع كثير ولكن وعرضت لي البرنامجك وأنت عارف الموضوع هذا عرضت برنامجك وعطتك بعض الإرشادات بس فقط وأنت ما شاء الله عليك كنت يعني منتبه واخدت الإرشادات بعين الاعتبار وديك الآن يعني في الحاضر الآن تسجل برنامجك والآن أنت ما شاء الله شارفت على انتهاء تقريباً تصوير البرنامج وغيرك كثير فيه هناك أيضاً شاب جاءني لديه مسرحية مسرحية ولكن يود أن تكون هذه المسرحية يعني مش على المسرحية ولكني شجعته قلت له لا لابد هذه المسرحية هي هادفة موضوعية بحتة يعني صحيح تحاكي تحرير مدينة المقلأ لابد أنه نعرضها لابد أنك تعرضها على المسرح لكي يشاهدها الناس دعمتوا بأفكار كثيرة من الصوت من الموسيقى التصويرية علشان تكون المشاهدة قوية وتكون أيضاً المشاهدة من قبل المتلقي يعني يكون متشوق فعطيته عدة أفكار فاستحسنها ويشتغل ما شاء الله عليها وجابها جاهزة والآن في تدارسها وبإذن الله نقول تحضرون له ونحضر لها الآن وإن شاء الله بتعرض في نعم برضه استاذ أفرح يعجبوننا الشباب هنا واحد منهم اللي هم يقدمون يعني عمل للوطن يعني مثلاً زي الفكرة دي تحرير مدينة المقلأ نعم في كثير من الشباب شوفناهم في صديقي برضه مخرج أخرج فيلم عن تحرير مدينة المقلأ اسمها تقريباً اجتثاث الشر عام 24 فهنا الشباب يعني ديلي يعجبوهن فكروهن أكثر في الوطن في ظل الأزمة اللي نحن فيها أزمة حرب نحن من 2015 نعاني في الحرب صحيح لكن عادة الشباب فيه شوية وطنية نعم أو فيه الوطنية البلاد خلي نحن نخرج شوية وندخل في نفس الفنانة الأستاذ أفرح ايش فيلم أو مسلسلة يعني معنيش حمد الله أو ما شاء الله نش حققتي أو شاركتي في أغلب العمال في الجمهورية بس في عادة عمل تحسين أنه نفسك تشاركين فيه حتى لو من كتابتش يكون عمل جديد والله أولاً أحب أقول لك كني كتبت عدة أعمال أولاً بدأتها بالإذاعة عدة أعمال نعم وعرضت في الإذاعة في شهر رمضان خصوصاً من 30 حلقة عملت مسلسل اسمه حكاية سعدية عملت أيضاً مسلسل اسمه صايمون والله أعلم وكثير كثير من المسلسلات إضافة إلى الفقرات والتمثيليات الهادفة التوعوية والإرشادية وكذا لكن أتمنى أن أشارك يعني بعمل كبير ومع فنانين من مختلف الدول جلسيات نعم على مستوى الوطن العربي على مستوى الوطن العربي يعني يعرف المتلقي المشاهد سواء كان المحلي أو الخارجي يعرف أن هناك فيه يعني مواهب موجودة تعطي وتؤدي زيه زيه يعني يعني زيه زي أي واحد يعني صحيح أيوة نحن نشوف دايماً الدراما المصرية الدراما السورية الدراما الأردنية الكويتية لما نحس لما نشوف هذه الأعمال نحس أن نحن قادرين نعطي أكثر قادرين نكتب أكثر نحن عندنا الاستطاعة أن نكتب السيناريو قادرين نخرجه قادرين ننفده قادرين نحط له أيضاً موسيقى تصويرية اشتغلت معه المخرج الكبير فلاح الجبوري مخرج عراقي اشتغلت معه في مسلسل الحجل الوزفين كان مخرج لطيف جداً وغير متكبر وغير متغطرس يعني أكرنا له كل الحب وكل الاحترام كان دائماً يستشيرني في مرة من المرات في فقرة ربما كان الفهم مش كان الفهم أقصد يعني ربما كانت هي الفكرة فيها شي من اللخبطة آه فما استوعبت فهذا عاني قال لي يا أستاذة هذه الفكرة أبغاكي تعالجيها بس هات الفكرة وفي نفس اللحظة في اللوكاشن نفسه عالجت الفكرة خلال خمس دقائق وعلى طول صورني وكانت أحلى فكرة كثير كثير مش أتكلم عن نفسي فقط لكن أتكلم عن كثير من الناس كثير من الشباب سواء كانت المرأة سواء كانت الرجل والشباب أيضاً يعني لديهم كثير من الأفكار لديهم كثير من الإبداع فنحن علينا أن نساندهم أن نعطيهم الحوافز المعنوية تشجعهم أي واحد أحياناً يكتب نص مثلاً نص غير مستحب ليس فيه سب أو شتم لا بس غير مستحب يعني أقصد أنه مش مترابط مش متكامل مفصل لا تقول له لهذا نصك مش حلو يعني لابد أنت تغير في نصك هذي مش 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 حلو أنت تحبطه بالطريقة دي لا تحبطه نص جميل وإن كان غير جميل تعالج تقول له نص جميل بس يبغى معالجة بسيطة أعطيك أفكار أيوة أيوة تشجعه أكثر هو يروح يبحث ويبدع أكثر وأكثر وأكثر لكن لما تحبطه نصك يتحقت في نفس اللحظة ما يحاول مرة ثانية أنه يكتب أو يخرج أو أبداً خلان ستقفل يروح مجال آخر لا نحن لابد نعطي دفع لك الدعم صحيح وزي ما ذكرنا نحن برضو أنه يوم جيت ليش بالأوراق قلت لي أعطيتنا أفكار كثيرة نعم وفادتنا في البرنامج أتذكر طيب أستاذ أفرح في ختم فقرتنا ما هي الرسالة التي توجيهنا لأصحاب الإنتاج أو شركات الإنتاج في المسلوح الضرموت والله أتمنى أولاً الفن هو فعلاً رسالة يا تسيسها صح أو تسيسها خطأ فيجب علينا أن نسيسها صح أتمنى أن ترتقي شركات الإنتاج إلى أعمال منافسة يعني أعمال راقية تشرفنا وتشرف الوطن صحيح هذه الرسالة يعني تشرف حضرموت أيضاً طبعاً أكيد تشرف حضرموت عن مستوى الوطن وخارج الجمهورية نعم يعني أعمال راقية نرتقي نحن بها لأنه في الإبداع متواجد عندنا موجود والأفكار الموجودة كله موجود نحن لا نختلف عن أي مكان يوجد تواجد به الفن والفنانين نعم نعاكس الحضارة ما شاء الله عليهم مشهورين حضارة من الفنانين الحضارة من التاريخ الحضارة من الحضارة نحن كله عندنا متواجد الشعراء الفن كل شيء كل شيء عندنا يعني التواجد وأيضاً يعني الوالد الله يرحمه محمد جمع الخان هو من أعمدة الفن في حضرموت نعم كل شيء موجود عندنا صحيح موجودين الأساس والحاليين موجودين والشباب وكله موجود نعم زي ما قلتي نتمنى منهم أنهم يعني انتجون أعمال تكون مرموقة وتنفس راقية نعم ترتقي إلى مستوى جميل ومشرف صحيح نحن حابين نشكرش استاذ أفرح وشكر خاص محبة يعني من ابنش عمر وحابين نشكرش إنش نورتي نحن ونورتي الاستيديو وأضأتي في الشاشة يعني والله الاستيديو منور طبعاً بوجودكم برنامج جميل جداً وأتمنى لك إن شاء الله بإذن الله في القادم عمر أعمال طيبة أعمال جميلة بكثير يعني صحيح وأني حاضر لأي دعم أكيد وأنا يعني كنت مصمم في الحلقة دينش تكونين أنت معاي لأنه أنا اللي الشرف أولاً وأول عمل بنظهر نوعي إياه شفيه نقد شاركت في حق داردارك الجزء الأول في مصر أنت برضه اشتغلت مع محرج مصري نعم ما ذكرتي حسام الشادلي كان يسمع نعم اشتغلت بسمها في مشاهد كانت يعني ربطت نحن مع بعض صحيح كلها مشاهد مع في المقايو كده وأنا اللي الشرف أنه كأول عمل لي في حضرموت الفترة دي يكون رمضان 30 حلقة إنش استاذ فرح مشرفتني فيه يعني الله يحفظك يا عمر شكراً لك وبرنامجك جميل ما سيبي يتمنى لك كل التوفيق والنجاح إن شاء الله شاهدين العزاء في اختام حلقتنا اليوم الفن هو رسالة ولابد أنه نفهمها صح ونسيسها صح زي ما قالت الأستاذة والفنان القدير رفرح محمد انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج ما سيبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة